اهلا بكم في النشرة الاقتصادية تحت شعار صناعة السفر البحرينية الشراكة المتداغمة نظمت شركة طيران الخليج بالتعاون مع شبكة سيبر للسفر جلسة اعلامية ناقشت تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا لدعم صناعة السفر على مستوى المملكة والاسهام في الناتج الوطني وتطرق المشاركون في الجلسة الاعلامية إلى تحديد الفرص والتحديات الاقتصادية والاتجاهات التي تقود قطاع السفر واسهامته في الاقتصاد البحريني وقد أكد القائم بأعمال رئيس تنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود الخليفة مضي البحرين قدما في التركيز على توسعة قاعدة مرافق الضيافة والترفيه وتنويع الفعاليات السياحية التي تستهدف مختلف الجنسيات من السواحي طوال العام طبعا نحن نتكلم كطيران خليج عن المحور في مجال السياحة والسفر وبالأخص في مجال التكنولوجيا وشون التكنولوجيا حولت المجال ذي لعالم أصغر كثيرية المسافرين من دون سنة ثلاثين وهم يحملون أجهزة شخصية مثل الآيباد والموبايل فشلو نحن كشركات طيران يقدر نوصل لهم ونوفر لهم أفضل الخدمات في هذه المجال أطلقت إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة وتجارة والسياحة وبالتعاون مع أسواق لولوهايبر ماركت مبادرة لتسعير السلع بالوحدة وذلك بالتزامن مع افتتاح فرع أسواق لولوهايبر ماركت الجديد بمجمع غالاريا بمنطقة أسينج وقد صرح مدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري في مؤتمر صحفي أن هذه المبادرة ستجري متابعة تنفيذها وتقييم مراحل تطبيقها تمهيداً لتعميمها على جميع منافذ البيع بالتزيئة والجملة ومحلات التسوق لمختلف السلع وأكد الجابري بأن تطبيق هذه المبادرة سيتم على جميع منافذ البيع اختيارياً في الوقت الحالي ثم ستكون ملزمة لجميع المزودين عن الإعلان عن أسعار السلع في المستقبل القريب حققت مملكة البحرين قصة نجاح جديدة في ريادتها التنظيمية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التفاصيل في سياق التقرير التالي توحيد الرؤى والجهود العربية في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة عبر تنويع مصادر الدخل بعيداً عن تداعيات الوقود الأحفوري وتعزيز مرونة أسواق العمل العربية لمواجهة البطالة محاور رئيسة تصدرت عنوين الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والتي تقام على أرض البحرين لأول مرة لتعكس ريادة المملكة في المساهمة بدعم مبادرات تنمية الاقتصادات العربية التنظيم خارق العادة حسب ما نقعدين الراوة سنة الفارتا كان في كويت سنة هذه في مملكة البحرين ولهذا نشكر ومملكة البحرين على استضافة كل البلدان العربية هو العالم العربي تنجم من قسمه هو توم تأثر سلبياً لبعض البلدان بأسعار النفط اللي هي معناها نزلت الكثير في سنة الفارتا ولكن متأثر زادة إيجابياً للبلدان معناها كما تونس أو المغرب أو الأردن اللي هي مش منتشة للنفط ذلك عليش قوله في البلدان العربية فما تكامل رغم ما اتخذته الدول العربية من خطوات ملموسة في مجال الإصلاح الاقتصادي تبقى الحكومات مطالبة بتبني خطط تكاملية طويلة الأجل تحقق أوضاعاً مالية مستدامة وتقلق البيئة المحفزة لنمو وازدهار القطاع الخاص مدعومة بزيادة الإيرادات غير النفطية وضبط نفقات الأجور والرواتب والخروج التدريجي من سياسات دعم الطاقة لتواكب مستجدات التراجع المستمر في أسعار النفط الدول العربية مش أقل من الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي حتى لو فيش اختلافات سياسية وده شيء طبيعي أمر وارد لكن الاقتصاد والتكامل الاقتصادي وكل دولة من دول العربية لها ميزة نسبية أو أكتر بنحاول نحقق قيام مضافة ويبقى عندنا سلة غزاء عربي لأننا بصفة يورزيل الزراعة في جمهورية مصر العربية إن شاء الله فيه وفد جاي من مملكة البحرين لجمهورية مصر العربية على نهاية الشهر بالأدفة اللي أنا عرضته من مشاريع خاصة بالمليون النصف الدان مشروع قومي ترحه في الخامة الرئيسة على فتاعة سيسي باستضافتها لأكثر من ثلاثمائة شخصية مالية واقتصادية يمثلون الهيئات المالية العربية تكون البحرين قد نجحت مرة أخرى في تعزيز دورها الفاعل والمؤثر في الاقتصاد العربي وتأكيد على مركز المملكة الجاذب للأعمال والاستثمارات وإبراز النماذج الناجحة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعيها الدؤوبة لتقوية كفاءة الاستثمارات العامة ترجمة نانسي قنقر